هناك دائما تقدم برامج وأيضا حفلات كبيرة في أوروبا أحكي لنا على الفنانين اللي تلاقيت بهم وشكل اللي يخلي عندك انطيباء مليح الحمد لله يعني قدمت يعني تعرفت مع فنانين كتار حاورتهم كان ليا شرف والفخر يعني فيه كتار كل واحد بشخصيته وكل واحد يكون طيب معك كل واحد يكون فيه احترام متبادل كتير ممكن ليجي في بالي أصالة لأنها كانت فنانة أصالة مع حفظ الألقاب أكيد لأنها كانت تمر بفترة صعيبة من بعد طلاقها وسألتها على قوتها على كيف أنه لازم تكون المرأة قوية خصوصا ما تكون تعيش تجربة صعبة وتكون هي حياتها مفتوحة للجميع فتكون فيه يعني مقاسي ومحازن بينها وبين نفسها وتاني لازم تقابل الناس يعني لازم تكون عندها القوة فحبيت يعني حبيت قوتها حبيت قوتها وكيف أنه تكون صامدة أسكن حيشفوك في أعمال رمضانية جزائرية تعرض علي يعني جاني عرض بصراحة كنت فرحانة 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 جدا جدا مع مخرج كبير 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 وعرض علي يعني شي رائع ما قدرش نتكلم فيها أكيد الاحترام المخرج وللعمل لكن للأسف للأسف ما قدرش نديره لأنه الأعمال الرمضانية كلها تتسجل تاخد وقت يعني شهرين ثلاثة شهر تسجيل فكنت متمنية نحقق هذا الحلم لكن عندي أولويات الأسرة قبل حتى أحلامي أنا محسودين نحن الجزائريين على حبنا الوطن قد ما سافرت لفيت العالم وعرفت أجناس وناس كتيرة ما لقيتش واحد يحب بلاده مثل أي جزائري يحب بلاده وهذا الشي نحن محسودين عليها على بيها نحن دايما تحت المجهر ما تفكرش أنك تستقري في الجزائر؟ إن شاء الله بلادي جزائر بلادي أمي الجزائر يعني نموت على أطرابها الجزائر نتمنى أنه نرجع نتمنى أنه نخدمه أمور كتيرة عندي أمور يعني طموح وأحلام كبيرة أنه نعملها للجزائر وكوني الآن يعني في الخارج ما يمنع أني نشتغل على على اسم الجزائر على أنه نرفع رايتها في السماء